أطلقت ميليشيا المخلوع صالح والحوث العنان لجنونها الإرهابي مجدداً في محافظة تعز القتل مقابل المقاومة مقايضة دموية ما فتئت هذه الميليشيا تعرضها على أبناء تعز الذين رفضوا الرضوخ وقرروا المواجهة الضحية هذه المرة مدنيون آمنون في منازلهم بقرية المويجر بمنطقة شمير التابعة لمديرية مقبنة استهدفتهم الميليشيا بصاروخ كتيوشا أطلقته من شمال شرق معسكر أبو موسى بالخوخة حط الصاروخ على منزلين في المنطقة وحصد معه العشرات بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال وتضررت العديد من المنازل الأخرى في القرية يصعب وصول وسائل الإعلام إلى المنطقة التي حط فيها الصاروخ بسبب الحظر الذي تفرضه الميليشيا الانقلابية لكن الأنباء الواردة من المنطقة تتحدث عن دمار كبير لاحق بمنزلين ومنازل أخرى في القرية التي استهدفها الصاروخ تشهد مقبنة مواجهات عسكرية واسعة بين الجيش الوطني والميليشيا الانقلابية والهدف هو التحرير الكامل الذي يبدو أنه سيتحقق قريبا في هذه المديرية الواسعة التي تشغل موقع مهما وتحتضن مفترق طرق مهمة في غرب البلاد الانتصارات الأخيرة هي التي تفسر كيف ولماذا أطلق الانقلابيون العنان لحقدهم ليضربوا أهداف مدنية في نية مبييدة لإلحق الأذى بالمدنيين وكسر إيرادتهم تعز المدينة والريف منذ أكثر من عام ونصف ضحية هذا النوع من القصف الممنهج الذي لا يلتزم بأهداف محددة بقدر ما يرمي إلى إلحق أكبر قدر من الأذى بالناس هنا في تعز التي قررت التمسك بحقها في الحرية والدولة والجمهورية فخلال الساعات الماضية قتل مدنيان جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية في مدينة تعز فيما تعرضت قرى الأكاحلة والمذاحق القريبة من هيجة العبد لقصف بصواريخ الكاتيوشا من مواقع تمركز ميليشيا الحوث والمخلوع في الأحكوم جنوب المحافظة الإمعان في الإيذاء شأن هذه الميليشيا التي تندحر كل يوم وتتهيأ لتلقي الهزيمة من كل صوب موسيقى